الأنموذج الثاني الذي أريد أن أطرحه بين أيديكم حركة جهيمان الاعتابي قد يتلفظون اسمه أتحدث عن رجال الدين جهيمان في الحقيقة الرجل بدوي وأهله ما سموه جهيمان جهيمان الاعتابي حركة جهيمان الاعتابي أنموذج آخر ومصداق آخر أعرضه بين أيديكم من مصاديق عنواننا الكبير لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي حركة جهيمان قد يتصور البعض من أنها حركة انتهى مفعولها هذه نظرة ساذجة للتأريخ وللواقع حركة جهيمان موجودة لا أتحدث عن الواقعة المحدودة التي حدثت في شهر محرم سنة 1400 للهجرة لأن الحادثة هذه لم تكن زرعا إبليسيا كما يقولون يقولون هذا للشيء الذي ليست له مقدمات مثل ما يجري في التعابير على ألسنة الناس وإن كانت هي في الحقيقة من أجود أنواع الزراعة الإبليسية لكنني أشرت إلى المثل الذي يأتي على ألسنة المتحدثين حينما يتحدثون عن شيء لا أصل له حركة جهيمان جاءت في سياق تأريخي وهذا السياق التأريخي لا زال قائما من هنا فإنني سأحدثكم عن الظروف والملابسات التأريخية مثل ما حدثتكم عن الظروف والملابسات التأريخية لنشوء الديانة الدرزية العقيدة الدرزية سأبدأ معكم من هذه النقطة من أي نقطة؟ من كلام يثار كثيرا في وسائل الإعلام خصوصا في وسائل الإعلام الدينية حينما يتحدثون عن الإنفتاح الذي جاء به محمد بن سلمان إنه ولي العهد في الحكم السعودي محمد بن سلمان أحدث تغييرا كبيرا في الواقع السعودي في فترة قصيرة هناك من السعوديين ممن لهم دراية بالتأريخ السعودي يشبهونه مدحا وليس قدحا يشبهونه بجده عبد العزيز آل سعود فهو جده محمد ابن سلمان وسلمان أبوه الملك هو ابن عبد العزيز آل سعود يشبهون محمد ابن سلمان بجده عبد العزيز آل سعود والكلام دقيق 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 جدا حكاية إجهامان تعود بنا إلى بداية نشأة الدولة السعودية قطعا الذين يؤرخون للحكم السعودي يقولون هناك دولة سعودية أولى لأجداد الذين يحكمون السعودية الآن هناك إمارة إمارة أولى إمارة ثانية أنا هنا لا أريد أن أحدثكم عن تأريخ السعودية أو عن تأريخ أهل سعود حديثي عن حركة جهيمان وعن الجهة التي ترتبط بموضوعي فموضوعي يتناول التحريف الديني والتزييف العقائدي لكن هذا الأمر لن يتضح من دون دراسة الملابسات التأريخية ولو بنحو إجمالي ولو بنحو موجز ومختصر كما سأفعل هناك دولة سعودية أولى في الحقيقة إمارة وإمارة ثانية وهذه الدولة السعودية التي أسسها عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود والذي يعرف بعبد العزيز آل سعود هذه المرة الثالثة التي يحكم فيها آل سعود ولكن هذه المرة تكونت دولة حقيقية علاقة آل سعود بالدين آل سعود كأسرة وخصوصا الذين منهم قد ارتبطوا بالحكم فليس كل آل سعود ارتبطوا بالحكم ارتباطا مباشرا هناك أجنحة مجموعات من آل سعود ارتبطوا ارتباطا مباشرا بالحكم والحكم قائم بهم وعليهم وهم يمارسون الحكم بنحو اجمالي آل سعود ليسوا متدينين لا علاقة لهم بالتدين خصوصا الذين يمارسون الحكم الأعم الأغلب منهم لا علاقة لهم بالدين إنما يوظفون الدين لأجل أن يحكموا ولأجل أن يحافظوا على ملكهم وحكمهم وهذه القضية موجودة منذ بداية نشأة الدولة السعودية الحديثة لا أريد أن أعود إلى تأريخ الإمارة السعودية الأولى والثانية فأنا لست بصدد الحديث عن تأريخ آل سعود وإنما أحدثكم عن الملابسات التأريخية التي ترتبط بحركة جهامان الاعتيابي فأكثرهم لا علاقة لهم بالدين وإنما يوظفون الدين لأجل المحافظة على سلطانهم على ملكهم وهناك منهم من آل سعود من تدينه التدين الموجود عند عامة السعوديين التدين السوق عند أهل السوق هذا التدين العام وتكون لهم علاقات شخصية مع رجال الدين فهناك علاقات شخصية اجتماعية مع رجال الدين مع تدين يمكنني أن أصفه بتدين سوق إنه التدين الذي لا يستند إلى علم إلى فقاهة وكل مجموعة بحسبها قطعا هناك أفراد قلائل من أمراء آل سعود ممن ارتبطوا ارتباطا عقائديا برجال الدين السلفي الوهابي توجد أمثلة في العائلة السعودية في الماضي وفي الحاضر أيضا لكن بشكل عام أهل سعود لا علاقة لهم بالدين وإنما يوظفون الدين ل المحافظة على ملكهم على مصالحهم فيظهرون من الدين ما يظهرون أو يظهرون من الاهتمام بالشأن الديني ما يظهرون في الحد الذي يحافظون على ملكهم وسلطانهم أما في الكواليس فليس هناك من دين ولا هم يحزنون عند الرجال وعند النساء على حد سوى هذه حقيقة شواهدها كثيرة وأنا لست بصدد إثباتها بإمكاني أن أثبتها بالكتب والوثائق والصور والفيديوهات وهي كثيرة مبثوثة موجودة ما بين المكتبات ووسائل الإعلام والشبكة العنكبوتية لكنني لست بصدد المحاججة ولست بصدد إثباتي ما أتحدث عن إنه عرض إجمالي سريع للواقع السعودي وأنا مضطر لبيانه لأن الظروف والملابسات لها تأثير كبير في فهم الحوادث والوقائع أما رجال الدين في السعودية إن كانوا ينتمون إلى محمد بن عبد الوهاب والذين يعرفون بآل الشيخ وإن كانوا من غيرهم لأن الأسرتين على طول الخط تشاركتا في حكم السعودية كل كل جهة جهة بحسبها رجال الدين عموما أتحدث عن رجال الدين الوهابيين لابد أن تعرف من أن السعودية هي أكثر دولة عربية تكثر فيها المذاهب قد يتصور العراقيون مثلا أن العراق تكثر فيه المذاهب السعودية هي البلد العربي الأكثر مذاهبا إنها أكثر مذاهبا من مصر وأكثر مذاهبا من سائر الدول العربية الأخرى السعودية كثيرة المذاهب هذه الصورة كثيرون لا يتخيلونها وهذه المعلومة كثيرون لا يعرفونها أكثر الدول العربية مذاهبا تعددا في المذاهب السعودية من شمالها إلى جنوبها تكثر فيها المذاهب من المذاهب السنية وغيرها الاتجاهات الشعية أيضا متعددة في السعودية مثلما الاتجاهات السنية والاتجاهات الصوفية أيضا موجودة في السعودية على أي حال فأنا لست بصدد الحديث عن المذاهب في السعودية حينما نتحدث عن علماء الدين في السعودية نتحدث عن العلماء الوهابيين السلفيين هؤلاء هم الذين بيدهم التأثير وهم المؤثرون في الواقع السعودي هؤلاء وإن كانوا يظهرون الولاء للحكام لكنهم في الحقيقة في واقع أمرهم لا يقبلون ما يقوم به الحكام السعودي لكنها الدنيا وإلا فإن العلماء السلفيين الوهابيين فيما بينهم وبين أنفسهم أو فيما بينهم وبين خواصهم إنهم معترضون ويعترضون على الذي يجري في السعودية الآن وعلى الذي جرى فيما سبق من الأيام ألا يقولون عن الفترة السابقة قبل محمد بن سلمان هناك تشدد في السعودية علماء الوهابيين ما كانوا يعتبرون هذا تشددا ويعتبرون أن الأمر لا يخلو من رخاوة وليس هناك من تشدد وكانوا يريدون تشددا أكثر لكنهم لا يظهرون هذا علنا في أجوائهم الخاصة هم يرفضون ما يقوم به آل سعود في الماضي وفي الحاضر لكنهم في الأعم الأغلب يسيرون مع الحكومة ولذا حينما نشأت حركة في التسعينات هذه الحركة أطلقت على نفسها سلفية المدينة المراد من المدينة المدينة المنورة والتي أطلق عليها الأخوان المسلمون من جماعة حسن البنى وسيد قط وكذلك من السلفيين الوهابيين أطلق عليها سرا الحركة الجامية الاتجاه الجامي نسبة إلى مؤسسها والداعي إليها محمد أمان الجامي أنا لا أريد أن أحدثكم عن كل التفاصيل هذا الاتجاه الجامي يتبنى فكرة أن علماء الدين لا بد أن يناصروا الحكومة في كل ما تريد وفي كل ما تشتهي ولذا فإن الحكومة فتحت الأبواب كلها أمام هذا التوجه وتحدثوا عن سلفية معتدلة لكننا إذا رجعنا إلى كبار علماء الوهابية فإنهم يرفضون هذا الكلام فيما بينهم وبين أنفسهم أو حتى في كتبهم ودروسهم فيما بينهم وبين خواصهم أو ما يظهر على ألسنتهم في بعض المناسبات مثل ما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان لكن المحصل على أرض الواقع هؤلاء العلماء الوهابيون في خدمة السلطان هؤلاء هم وعاظ السلاطين أما الذي يخرج عن هذا الخط فإنه سيعاقب عقوبة شديدة بالقدر الذي يناسب وضعه في الحقيقة هناك انفصام ما بين العائلة الحاكمة وما بين رجال الدين هذا الانفصام ليس جديدا انفصام قديم لأن العائلة الحاكمة في حقيقتها لا تعبأ بالدين أما السلفيون الوهابيون أتحدث عن كبار علمائهم من أمثال عبد العزيز بن باس بن باس من أمثال بن عثيمين من أمثال محمد ناصر الدين الألباني صحيح إنه ليس سعوديا لكنه وهابي للنخاء وما بعد النخاء وكان فترة من الزمن في السعودية يدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة لكن الحكومة ضاقت به ذرعا ضاقت ذرعا بوهابيته فحينما انتهت إقامته لم يجدد له الإقامة ورجع إلى بلاد الشام إلا أن التواصل معه بقي مستمرا بل يمكنني أن أقول من أن الأستاذ الذي تعلم عنده جيمان هو ناصر الدين الألباني إذا ما استمعتم إلى البيان الذي قرئ في المسجد الحرام قبل تنفيذ البيعة للمهدي المزعوم لمحمد القحطاني القحطاني ولكن باللهجة السعودية القحطاني البيان الذي تلاه خالد اليامي من أعوان جيمان وهو موجود بين يدي هذه نسخة من البيان الذي تلاه خالد اليامي قبل تحقيق البيعة لمحمد القحطاني الذي يفترض فيه أنه المهدي الذي زعم جيمان أنه هو هو القائم في آخر الزمان البيان يستند إلى فكر الألباني لأن الألباني جعل تصحيح الأحاديث دينا هم يقرؤون بيانا ولكنهم يصرون على منهجية تصحيح الأسانيد بالضبط إنه منهج محمد ناصر الدين الألباني وحتى أن الألباني لما خرج من السعودية بعد أن رفضت الحكومة أن تمدد إقامته في كل موسم في الحج كان يأتي إلى السعودية وكان يلتقي بجيمان وجماعته خلاصة الكلام أنا عندي كلام كثير وعندي معلومات تفصيلية مملة في الموضوع ولا أجد وقتا لطرحها وإذا أردت أن أسهب في التفاصيل سأحتاج إلى العديد من الحلقات سأجمل وأختصر بقدر ما أستطيع الخلاصة إذن هناك انفصام فيما بين العائلة الحاكمة وفيما بين كبار رجال الدين الوهابيين لكن هذا لا يطف على السطح الطرفان يعرفوا أحدهم الآخر فآل السعود يعلمون من أن الوهابيين يعرفون حقيقته والوهابيون أتحدث عن العلماء الكبار يعرفون أيضا من أن العائلة الحاكمة تعرف الموقف الحقيقي للعلماء الوهابيين لكنها لا ترتب أثرا على ذلك ما دام العلماء الوهابيون يعلنون نصرتهم للحكام السعوديين يكتفون بهذا لا يبالون بالذي في قلوبهم أو في نفوسهم لأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا فهؤلاء طعامهم وشرابهم والهواء الذي يتنفسونه يأخذونه من العائلة الحاكمة ومن دون العائلة الحاكمة لا قيمة لهم على أرض الواقع إذن هي المصالح المشتركة وهذا الأمر بدأ منذ الإمارة السعودية الأولى منذ ذلك التاريخ هناك مصالح مشتركة فيما بين الحكم والدين وهذا موضوع ليس خاصا بأهل السعود هذا الموضوع موجود في سائر الدول الإسلامية والعربية إذا أردنا أن نعود إلى الماضي القديم الأمر هو هو وإذا أردنا أن ندرس الواقع اليوم الأمر هو هو وليس خاصا بالمسلمين فإذا أردنا أن ندرس التاريخ اليهودية مثلا أو أن ندرس التاريخ المسيحية مثلا أن ندرس التاريخ الأوروبية وكيف كان هناك اشتراك في المصالح واتفاق في المنافع فيما بين الدين والحكم في التاريخ الأوروبي حكاية طويلة علاقة الدين بالسياسة وعلاقة رجال الحكم برجال الدين هؤلاء هم أبناء الشيطان وهؤلاء هم الذين يضحكون على الشعوب وعلى الناس تارة بالقوة وأخرى بالأموال وأخرى بالتثويل والتجهيل وصناعة العدو الذي يبقى الشعب مهتماً به ولا حقيقة له الحكاية طويلة مفصلة عريضة نذهب إلى فاصل عبد العزيز آل سعود قبل أن يخطو خطواته الأولى لتأسيس الدولة السعودية أتحدث عن الدولة السعودية القائمة لم يكن يعيش على أرض السعودية قطعاً السعودية ما كانت تسمى بهذا الإسم هذا إسم حديث سعود وليس هناك من حكومة واحدة كانت تحكم هذه البلاد هناك مملكة الحجاز أشراف مكة وهناك وهناك إمارة جبل شمر آل رشيد آل رشيد آل رشيد وهناك وهناك الأدارسة قد يقولون عنها دولة إمارة في عسير السعودية التي نراها اليوم دولة واحدة ما كانت تحكم بحكومة واحدة وعبد العزيز آل سعود لم يكن يعيش في هذه البلاد هو وعائلته كان يعيش في الكويت وآل صباح حكام الكويت وشيوخ الكويت في ذلك الوقت ولازالوا إلى يومنا لهم فضل كبير على آل سعود ولذا الملك فهد في قضية تحرير الكويت من احتلال صدام لها الحوادث التي وقعت وكان للسعودية ما كان من يد طويلة في تلك الأحداث وقدمت السعودية الكثيرة للكويت في موضوع تحريرها من الاحتلال الصدامي ماذا قال الملك فهد لأن لأنهم كانوا يتأذون حينما يتذكرون فضل آل صباح عليهم عبد العزيز آل سعود لو لا آل صباح ما استطاع أن يؤسس دولته فهم الذين وقفوا معه ودعموه وهم الذين فتحوا له بابا في علاقة مع الإنجليز عبد العزيز آل سعود بدعم الكويت بدعم آل صباح على المستوى المادي وعلى المستوى المعنوي وبدعم الإنجليز استطاع أن ينشئ الدولة السعودية الحديثة قطعا الرجل وإن كان أميا لكنه يمتلك همة عالية وكان يمتلك ذكاء بدويا فطريا كما يقولون كان يمتلك كما يقولون كما يقولون في وصفه في وصف الذكاء بأنه فطري فكان على همة عالية وكان جريئا ومغامرا وكان وكان يمتلك ذكاء ودهاء بدويا وراغبا في الحكم والسلطان إلى أبعد الحدود ومستعدا لأن يقوم بأي شيء حتى يصل إلى مراده وتهيأت له المساعدة الكويتية من آل صباح على المستوى المادي والمعنوي وتهيأت له العلاقة مع الإنجليز والذين كانوا يهيمنون على المنطقة كلها والأمور في الكواليس تجري بأيديهم استطاع عبد العزيز آل سعود أن يصل إلى مراده قطعا مع وجود قوة استطاع أن يعتمد عليها سأحدثكم عن هذه القوة ولكن يأتي الكلام تدريجيا مثال يحكي لنا طبيعة عبد العزيز آل سعود إذا نظرتم إلى صوره فإن عوارا في إحدى عينيه هناك عين عورا إذا رجعنا إلى صوره أيام شبابه لم يكن كذلك لماذا عينه عورا البعض يرقع بأنه أصيب بمرض في عينه ولا حقيقة لذلك وهناك من يقول بالإجمال من أنه فقد عينه في الجهاد أي جهاد هذا حينما تمكن عبد العزيز آل سعود من إسقاط حكم آل رشيد في حائل وفي ذلك الوقت كان محمد ابن طلال من آل رشيد هو الذي يحكم حائل فلما وقع بقبضة عبد العزيز آل سعود قال له عليك أن تطلق زوجتك وهي امرأة مشهورة في ذلك الوقت نورا بن تحمود السبهان قال له عليك أن تطلق زوجتك يخاطب محمد ابن طلال آل رشيد كي يتزوجها هو كان مهوسا بالجنس والنساء إلى أبعد الحدود الذين يعرفون تأريقه كان مهوسا بالجنس والنساء إلى أبعد الحدود رفض محمد ابن طلال أن يطلق زوجته فاغتصبها وحينما اغتصبها بالقوة كان قريبا منها مخرز فضربت بالمخرز عينه هذا هو سبب العوار وهذه القضية معروفة وموثقة العوار الذي في عينه هو بسبب الجهاد بسبب الجهاد بهذه الطريقة وهذا هو الذي قلته لكم من أن الأعمى الأغلب من أهل سعود لا علاقة لهم بالدين هناك انفصام موجود فيما بين الاتجاه الديني في السعودية وبين اتجاه الحكام ابتداء من عبد العزيز أهل سعود وانتهاء بمحمد ابن سلمان ولذا فإن الذين يقولون إن محمد ابن سلمان على خطى جده عبد العزيز هم يمدحونه بحسب الإعلام لكنهم في الوقت نفسه يشيرون إلى هذه الحقيقة إلى حقيقة أن عبد العزيز أهل سعود لا علاقة له بالدين لا من قريب ولا من بعيد وإذا أردت أن أحدثكم عما فعلوه هو والذين معه بنساء آل رشيد فإنني سأحتاج إلى حلقة مفصلة كاملة وأنا لا أريد الخوضة في هذه المطالب فأنا لا أحدثكم هنا عن تأريخ آل سعود إنما أحدثكم عن الظروف والملابسات التي أنتجت حركة جهيمان الاعتهبي عبد العزيز آل سعود عبد العزيز آل سعود حينما دخل إلى الجزيرة العربية قبل أن تسمى السعودية وبمعونة كويتية واستطاع أن يحقق جزءا من هدفه لم يكن قادرا على تحقيق الهدف الكبير أن يسقط سائر الحكومات الأخرى أن يضع يده على شمال جزيرة العرب ووسطها وجنوبها بحسب القوة الموجودة والمتوفرة لديه ولذا فهو بحاجة إلى قوة عسكرية تناسب الزمان الذي كان يعيش فيه كي يكون قادرا على تحقيق مراده وأهدافه ومن هنا حينما امتزج تفكيره مع تفكير رجال الدين الذين كانوا معه ويتصرفون على هواه مثل ما يريد وصلوا إلى فكرة جهنمية إلى فكرة جهنمية من أنهم يتحركون على القبائل البدوية وماذا يفعلون للقبائل البدوية أن يوفروا أمكنة للاستقرار المؤقت للقبائل البدوية والتي عرفت بالهجار الهجار جمع لهجرة والمراد من الهجرة مكان في الصحراء يمكن أن يتوفر فيه الماء ويمكن أن يتوفر فيه سكن مناسب للبدو للبدو يستقرون هنا يقدم لهم السلاح من عبد العزيز آل سعود ويعطون شيئا من المال ورجال الديني يشكلون لهم حلقات درس ديني البدوي ماذا يريد إذا قدمت له بندقية حتى لو لم تكن بجودة عالية إذا قدمت له بندقية وأعطيته شيئا من المال أول شيء يفكر فيه سيتزوج بهذا المال البدوي العربي همه في بندقية وزوجة وامرأة إن كانت أولى ثانية ثالثة ليس مهما ما هو تسلسلها فهذا البدوي العربي هدفه في الحياة بندقية وامرأة وهذا ما وفروه لهم عبر السلاح والعتاد الذي يقدم لهم هدية من عبد العزيز آل سعود وعبر الأموال التي يمكنهم أن يتزوجوا بها وفي الوقت نفسه تتشكل لهم حلقات درس ديني ولقد أسس عبد العزيز آل سعود أكثر من مئتي هجرة يقولون عنها الهجر القبائل البدوية النجدية وحتى من خارج نجد شكلت تحالفا دينيا تحت راية عبد العزيز آل سعود عرفوا بهذا العنوان البدوي أخوان من طاع الله هناك من يقول من أن حسن البنى أخذ اسم الأخوان من هذه المجموعة وما هو ببعيد فحسن البنى أسس جماعة الأخوان المسلمين سنة 1928 بينما هؤلاء بدأ وجودهم على الأرض منذ سنة 1902 وصاروا قوة هائلة سنة سنة 1911 وكتملت تشكيلاتهم سنة 1913 وبهذا استطاع عبد العزيز آل سعود أن يسقط كل الحكومات وكل الإمارات التي التي كانت في أرض الجزيرة العربية ووحد تلك الأرض تحت رايته وبعد ذلك سميت دولته بالدولة السعودية ثلاثة عوامل هي التي جعلت عبد العزيز آل سعود ملكا على السعودية العامل الأول الدعم الكويتي دعم آل صباح ماديا ومعنويا العامل الثاني العلاقة مع الإنجليز عبد العزيز آل سعود كان داهية تصرف مع الإنجليز بالطريقة التي يريدونها وما خرج عن طوعهم العامل الثالث وهو العامل الفعلي على أرض الواقع القوة العسكرية التي تشكلت من هذا التحالف العشائري السلفي إنها قبائل نجد البدوية وما التحق بها بعد ذلك من القبائل الأخرى فتشكلت قوة ضاربة عند عبد العزيز آل سعود سائر الحكومات التي كانت في أرض الجزيرة العربية وهي حكومات صغيرة لا تمتلك هذه القدرة هؤلاء كانوا يقاتلون بوحشية بوحشية مضاعفة بوحشية البدو وبوحشية التشدد الديني فجمعوا بين وحشيتين ولذا دمروا المناطق التي دخلوا إليها دمروها تدميرا أنقل لكم صورة ما هي الأسباب التي حركت هؤلاء لإسقاط مملكة الحجاز مملكة الحجاز التي كان يحكمها الأشراف كانت متطورة نسبيا بالقياس إلى سائر الأماكن الأخرى في جزيرة العرب كانت متطورة إلى حد ما ولم تكن هناك من مشكلة فيما بين آل سعود والأشراف تأريخيا ما هي المبررات التي أقنع بها أخوان من طاع الله لمهاجمة مملكة الحجاز أقنعوهم بقضية القبور ولذلك هم هدموا القبور كلها أقنعوهم أتحدث عن رجال الدين الذين كانوا يعملون في خدمة عبد العزيز آل سعود أقنعوهم بموضوع القبور ومن أن هذا كفر صريح القبور والمزارات وأقنعوهم وأقنعوهم من أن شريف مكة كافر فاجر لماذا؟ لأنه يركب سيارة يستعمل السيارة وماذا بعد؟ ولأنه يستعمل الكاميرا هو ملك يحتاج إلى السيارة يحتاج إلى التكنولوجيا المتوفرة في ذلك الوقت يحتاج الكاميرا في الإعلام إنه يستعمل الكاميرا ويلتقط الصور بالكاميرا وكذلك يستعمل جهاز إرسال البرقيات التلغراف ويستعمل أجهزة أخرى من التكنولوجيا المتوفرة في ذلك الوقت قلت لكم مملكة الحجاز كانت متطورة بالنسبة لسائر الإمارات الأخرى بهذا وأمثاله أقنع هؤلاء البدو المتوحشين كما قلت لكم هناك وحشية البدو وهناك وحشية الدين الوهابي فدمروا مملكة الحجاز بعد أن استطاع عبد العزيز آل سعود أن يصل إلى تحقيق هدفه من توحيد الحكم في جزيرة العرب تحت يده وفي سلطانه فهو محتاج إلى التكنولوجيا أيضا فاستعمل السيارة واستعمل الكاميرا واستعمل أجهزة إرسال البرقيات إلى غير ذلك دولة هذه دولة وهذا ملك أمر طبيعي هذه الأمور وأمثالها حركت أخوان من طاع الله وجعلتهم يطالبون بالرجوع إلى السابق ويحتجون على عبد العزيز آل سعود يذكرون في كتب التعريخ من أنهم كانوا يريدون أن يستمر في الحرب والغزو باتجاه العراقي وباتجاه الكويت لكن الأمر هذا لم يكن السبب الرئيس السبب الرئيس هو ما يجدونه في تصرفات عبد العزيز آل سعود التي لا تنسجموا مع ما تعلموه من التشدد الديني كانوا يتصورون أن عبد العزيز آل سعود هو على نفس منهجهم قلت لكم قبل قليل من أن آل سعود لا علاقة لهم بالدين لا علاقة لهم بالدين يوظفون الدين لمصالحهم للمصالحهم ولذا حدث انشقاق كبير فيما بين عبد العزيز آل سعود ومن معه وبين هؤلاء البدو بدو أخوان من طاع الله يعني أخوان من أطاع الله لكنهم لا يتكلمون العربية الفصيحة والصحيحة إنها لهجة بدوية أخوان من طاع الله منذ تلك اللحظة حدث هذا الانشقاق كبار مشايخهم مشايخ هؤلاء الأخوان اجتمعوا سنة 1926 اجتمعوا وقرروا أن يثوروا بوجه عبد العزيز آل سعود وانتفضوا عليه أبرز شخصياتهم الذين تزعموا هذه الانتفاضة من مشايخ البدو سلطان ابن بجات وفيصل الدوش فيصل ابن سلطان الدوش وضيدان ابن حثلين أبرز شخصياتهم وزعمائهم وابتدأ الصراع الشديد فيما بين عبد العزيز آل سعود وبين هؤلاء إلى أن استطاع أن يقضي عليهم ما بين سنة 1929 1930 ما بين 29 و30 استطاع أن يقضي عليه حاربهم خدع بعضهم مثلا سلطان ابن بجاد أعطاه الأمان ولكن حينما جاء أو دعه السجن وبقي في السجن إلى أن مات وعشيرته تقول من أنه قد قتله في السجن واستمال بعضهم بالأموال واغتال بعضهم الطريقة السعودية في تصفية الخصوم والتي أسسها عبد العزيز آل سعود بالنتيجة استطاع عبد العزيز آل سعود أن يقضي عليهم بعد أن صدرت الفتاوى ضدهم بأنهم خوارج الحكاية الحكاية هي هي كانت مع جهيمان فهؤلاء ربتهم على الوهابية وأنشأتهم على الوهابية بتشددها بدوا وأطعموهم دينا متشددا وأدخلوهم في معارك دامية في إسقاط الحكومات والإمارات الصغيرة التي كانت في أرض الجزيرة أتحدث عن جزيرة العرب والتي سميت بعد ذلك بالسعودية هذا الفكر لا زال موجودا فكر من فكر أخوان من طاع الله جهيمان الاعتبي ما علاقته بالموضوع جهيمان الاعتبي هو جهيمان ابن محمد ابن سيف الاعتبي أبوه محمد ابن سيف الاعتبي كان رفيقا وصديقا لسلطان ابن بجات الذي قلت لكم بأنه من كباري زعمائي أخوان من طاع الله ولأنه كان شخصية مهمة في هذه المجموعة خدعه عبد العزيز آل سعود بالأمان ولما جاء بحسب الأمان الذي منح له ألقى عليه القب وأودعه في السجن إلى أن مات فوالد فوالد جهيمان هو من رجال الأخوان أخوان من طاع الله ومن رجال سلطان ابن بجات الذي كان من زعمائي أخوان من طاع الله ومن زعمائي الانتفاضة بوجه عبد العزيز آل سعود لأن عبد العزيز آل سعود تبين لهم من أنه ليس متدينا ولا علاقة له بالدين ومن أنه كان يضحك عليهم حينما قال لهم أسقطوا مملكة الحجاز لأن ملك الحجاز يركب سيارة ما هو عبد العزيز يركب سيارة لأن ملك الحجاز يستعمل الكاميرا ما هو عبد العزيز يستعمل الكاميرا لأن ملك الحجاز يستعمل جهاز التليغراف ما هو عبد العزيز يستعمله أيضا إلى قائمة طويلة من مثل هذا الكلام إذن آل سعود يريدون أن يتحركوا في الاتجاه الذي لا ينس هجم مع التشدد الوهابي أما الوهابيون أتحدث عن كبار علمائهم يريدون البقاء على فكري أخوان من طاع الله هذه هي الحقيقة من الآخر القاعدة وداعش وأخواتهما فراح من نفس مصنع التفريخ هذا ويلتقي أخوان المسلمين معهم في وسط الطريق فالقاعدة وداعش من فراخ الأخوان المسلمين ومن فراخ الوهابية المتشدد هذه حقائق وبقي هذا الأمر موجودا وإلى يومنا هذا محمد بن سلمان استطاع استطاع أن يجد طريقا لتنفيذ برنامج جده عبد العزيز آل سعود ولكن قطعا بحسب زمانه لما مات عبد العزيز وجاء من بعده ولده سعود كان على ملهج أبيه قطعا لم يكن بحكمة أبيه بحكمته السياسية إلى أن عزلوه وصار من بعده فيصل فيصل ابن عبد العزيز صار ملكا بعد أن عزل سعود ابن عبد العزيز وذهبوا به إلى القاهرة تفرد فيصل ابن عبد العزيز في الحكم وقد يكون وقد يكون بالقياس إلى بقية أولاد عبد العزيز هو الأكفة وفيصل هذا كان مصرا كان مصرا على تطبيق برنامج والده إنه يريد الانفتاح ولا يريد الانغلاق الوهابي ودخل في صراع شديد مع الوهابيين فيصل ابن عبد العزيز قتل من الذي قتله من الذي قتله خمسة وعشرين ثلاثة الف وتسعمية وخمسة وسبعين قتل فيصل ابن عبد العزيز وكان خبرا مثيرا في وقته كنا صغارا في ذلك الوقت كان خبرا مثيرا لقد قتل ملك السعودية انتشر الخبر في كل العالم فيصل ابن عبد العزيز كان ملكا مميزا في وقته كان مميزا بين الحكام العرب وحتى بين الحكام غير العرب في دول المنطقة قتل فيصل ابن عبد العزيز خبر مثير من قتله لماذا قتل خمسة وعشرين ثلاثة الف وتسعمية وخمسة وسبعين تعريخ مهم بقي إلى سنوات هذا التعريخ المهم وبقيت آثاره تتواصل إلى حركة إجهيمان التي كانت في سنة ألف وتسعمية وتسعة وسبعين من الذي قتل الملك فيصل قتله ابن أخيه الذي قتل الملك فيصل اسمه فيصل وأبوه مساعد ابن عبد العزيز هذا فيصل ابن عبد العزيز إنه ملك السعودية وهذا فيصل ابن مساعد ابن عبد العزيز لقد قتل عمه فيصل هذا كان يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وليس كما قالوا عنده لوثة عقلية صديقته الأمريكية تحدثت عنه بشكل تفصيلي في وسائل الإعلام في وقتها لم يكن مجنونا ولم يكن مريضا نفسية الرجل كان إنسانا طبيعيا جاء من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الرياض واستطاع أن يدخل إلى قصر الملك عمه مع وفد رسمي دبلوماسي كويتي كان هناك وفد رسمي دبلوماسي كويتي دخل إلى القصر لمقابلة الملك فيصل كانوا كانوا على موعد للقائه فدخل معهم لا يستطيع أحد أن يمنعه هذا ابن أخي الملك ولا يستطيع أحد أن يفتشه كان يحمل معه مسدسا محشوا بالرصاص الملك فيصل لم يكن قد رأى ابن أخيه منذ مدة فتقدم إليه كي يسلم عليه بعد أن سلم على أعضاء الوفد الكويتي ما إن اخترب منه وإذا بفيصل ابن مساعد ابن عبد العزيز يخرج المسدس ويطلق الرصاص على رأس عمه الملك قتل مات في مكانه أطلق عليها الرصاص أمسكوا بالقاتل بعد ذلك أعدموا ما الذي نشر في وسائل الإعلام في وقتها ولا زال هذا الكلام موجودا في الكتب التي تؤرخ لهذه الحوادث في الإعلام السعودي كان الحديث عن أن القاتل مصاب بلوثة عقلية إنه مصاب بمرض نفسي إذن لماذا أعدمتموه إذا كان القاتل مصابا بلوثة عقلية لماذا أعدمتموه لم يكن القاتل مصابا بلوثة عقلية لماذا قتل عمه الملك فيصل حلل المحللون فقالوا من أن فيصل القاتل كان في الولايات المتحدة الأمريكية ومن أن المخابرات الأمريكية قد جندته إنها تريد أن تثأر من الملك فيصل لماذا لأنه في حرب 73 1973 قطع النفط عن الولايات المتحدة الأمريكية هل قطع النفط هل أن النفط لم يقطع هذا موضوع آخر لا شأن لنا به ولكن الكلام هكذا كتب وهكذا كان التحليل وإلى اليوم في تاريخ الواقعة هذه يدرس هذا الكلام لكن الحقيقة ليست هكذا الملك فيصل صار ملكا بعد عزل أخيه سعود بن عبد العزيز صار ملكا سنة 1964 1964 1964 صار الملك فيصل بن عبد العزيز ملكا رسميا على السعودية سنة 1965 ما الذي فعله فيصل في هذه السنة الذي فعله فيصل في هذه السنة كان صاعقة على الوهابية لقد ضرب الوهابية في مقتل ما الذي فعله إنه افتتح محطة التلفزيون الوطني السعودي هذا هو الذي قتل الملك فيصل من الذي ثار في وجه هذا الموضوع وحاول تفجير محطة التلفزيون الوطني السعودي من هو إنه ابن أخي الملك خالد ابن مساعد ابن عبد العزيز هذا الذي قتله قتل الملك فيصل هو شقيق خالد مع ملاحظة أن أم الاثنين من آل رشيد أمراء حائل والذين لا زالت العداوة إلى يومنا هذا موجودة فيما بينه فيما بين أهل سعود وآل رشيد وهناك من رموز المعارضة السعودية هنا في بريطانيا وفي غير بريطانيا من آل رشيد في أيامنا هذه وبغض النظر عن هذه التفاصيل التي قد تكون جانبية بالنسبة لموضوع وبحث هذا خالد بن مساعد ابن عبد العزيز هو الذي هاجم بناه بناية المؤسسة التلفزيونية الوطنية السعودية وأراد تفجيرها فصدرت الأوامر من الملك فيصل بقتله وقتله قتل مع الذين كانوا معه هذا الكلام سنة 1965 وحادثة مقتل خالد بن مساعد ابن عبد العزيز كانت في الشهر التاسع بعد افتتاح التلفزيون السعودي الوطني لم يكن قبل الملك فيصل تلفزيون في السعودية نعم كان في القواعد الأمريكية هناك تلفزيون مغلق للأمريكان وباللغة الإنجليزية وأساساً لا يوجد جهاز تلفزيون يباعف الأسواق لأنه لا يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه بحسب الدين الوهابي وشركة أرامكو أيضاً كان عندها تلفزيون لموظفيها الذين ما هم بسعوديين وإلا على أرض السعودية لا يوجد تلفزيون إلى أواصط سنة 1965 وحينما بدأ البث التلفزيون لم يكن هناك مذيعات ولا تعرض صور النساء على التلفزيون السعودي آنذاك وبدأ التلفزيون السعودي الوطني بقراءة القرآن فهناك قرآن وهناك أخبار وشيئاً فشيئاً بدأ الانفتاح على ما تنتجه مصر وما تنتجه الدول العربي شيئاً فشيئاً كان ضربة على رأس الوهابية بنحو ما استطاعت أن تتحمل ذلك فحركت أميراً من الأمراء من الذين يعتنقون الديانة الوهابية باعتقاد مثل ما حدثتكم في أول الحلقة قلت هناك من الأمراء من يعتقد بالديانة الوهابية اعتقاداً قوياً وهم قلة قليلة واحد منهم هو هذا خالد بن مساعد بن عبد العزيز أراد تفجير المؤسسة التلفزيونية السعودية الوطنية فصدرت الأوامر بقتله وقتل من معه أخوه هذا جاء يثأر له أخوه لم يكن وهابياً متشدداً ولكن هناك أمه التي من عار رشيد وهناك أخوه الذي قتل وأمور أخرى نحن لا نعلمها فإن الملك فيصل لم يقتله مجنون أبداً لم يقتله مجنون ولم تقتله المخابرات الأمريكية الملك فيصل على علاقة وثيقة جداً بالحكومة الأمريكية لأنه أساساً كان سفيراً للسعودية في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يصبح ملكاً وثقافته ثقافة أمريكية الملك فيصل كان مثقفاً بالثقافة الغربية وهو أكثر أولاد عبد العزيز آل سعود ثقافة ولذا فأولاده مثقفون أيضاً أكثر الشخصيات ثقافة عند آل سعود هم أولاد فيصل بن عبد العزيز الذي كان وزيراً للخارجية مثلاً سعود الفيصل هذا ابنه كذلك الباقون من أولاده هم أكثر آل سعود ثقافة وأكثرهم قدرة على الحديث الذي يكون مناسباً للإعلام لا شأن لنا بهذه الجزئيات صارت أصورة واضحة من أن أخوان من طاع الله لم ينتهوا لم ينتهوا هم الذين قتلوا الملك فيصل وقتلوه لأنه عاندهم وأدخل التلفزيون أسس المؤسسة التلفزيونية واستورد أجهزة التلفزيون ولم يستوردها لوحدها لابد أن نعرف من أن بعض الأشياء إذا ما دخلت البلاد فهناك أشياء كثيرة ستدخل معها حينما تدخل السيارات إلى بلد لم تكن فيه سيارات سيتغير هذا البلد بناء المدن سيتغير هناك هندسة جديدة لابد أن تنظم المدينة وأن تنظم طرقها وأن تبنى البيوت على صف واحد وأن تكون هناك أرصف و و و إلى آخره وهناك شركات بيع الوقود وهناك شركات بيع المواد الاحتياطية و و إلى آخره فحينما دخلت تلفزيون دخلت الكثير من الأشياء على مستوى اللباس وعلى مستوى العطور وعلى مستوى المكياج وعلى مستوى الطعام وعلى مستوى الشراب وعلى مستوى وسائل الزينة وعلى مستوى وسائل الترفيه وعلى 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 وكيف أنهم يرتبون بيوتهم بطريقة تكون هناك صالة للتلفزيون ولا بد أن يكون تلفزيون للرجال وتلفزيون للنساء تلفزيون للضيوف وتلفزيون لأصحاب البيت هناك تغيير كبير جاء مع التلفزيون ولذا خافوا من الملك فيصل أن يقوم بالخطوة اللاحقة ما هي الخطوة اللاحقة التي كان ينوي الملك فيصل أن يقوم بها كان يريد أن يفتح دور السينما بعد أن يستقر أمر التلفزيون كان يريد أن يفتح دور السينما وهذا باب وسيع ترفضه الوهابية المتشددة رفضاً قاطعة الملك فهد فكر في هذا الموضوع لكنهم نصحوه الذين حوله أن يترك هذا الأمر خصوصاً وأن ما يسمى بالصحوة الإسلامية قد اشتدت في زمانه ففكر بطريقة أخرى فأسس الأم بي سي مجموعة الأم بي سي ولم يؤسسها على الأراضي السعودية وإنما أسست هنا في بداية أمرها في مدينة لندن الأموال التي فتحت وأسست بها مؤسسة الأم بي سي هي أموال الملك فهد من أمواله الشخصية والذي يشرف على هذه المؤسسة هو من أصهاره من أصهار الملك فهد دقق النظر معي في التعريخ متى قتل الملك فيصل قتل الملك فيصل خمسة وعشرين ثلاثة ألف وتسعمية وخمسة وسبعين نعود إلى الوراء شيئا قليلا متى صار ملكا سنة ألف وتسعمية واربعة وستين متى أسس التلفزيون في السعودية سنة ألف وتسعمية وخمسة وستين متى قتل خالد ابن مساعد ابن عبد العزيز الذي أراد تفجير المؤسسة التلفزيونية بدعم من المؤسسة الدينية الوهابية متى كان هذا في الشهر التاسع سنة ألف وتسعمية وخمسة وستين متى كان هجوم طلاب المدارس الدينية في المدينة المنورة متى هجموا على الأسواق في يوم جمعة هجموا على الأسواق التي بدأت محال بيع ملابس النساء تعرض فيها أمام أعين الناظري في الحاويات الزجاجية تغير السوق بالكامل وتغيرت حركة النساء في السوق وبدأت الأعراف تتغير مع وجود التلفزيون وبدأت النساء تقلد الذي تشاهده في التلفزيون تغير الكثير من واقع الحياة قد يكون قليلا بالقياس إلى سائر الدول الأخرى ولكن بالقياس إلى الواقع السعودي آنذاك يعد كثيرا وكثيرا جدا ثار طلاب المدارس الدينية فهجموا على المحلات وعلى الأسواق وكسروا وأحرقوا وخربوا متى كان هذا كان هذا بعد تأسيس التلفزيون وبعد قتل الأمير خالد ابن مساعد ابن عبد العزيز حينما أراد أن يفجر المؤسسة التلفزيونية وبعد أن انتشر الغضب الهائل في المؤسسة الدينية الوهابية هذه حكاية لها تفصيلها اعتقل هؤلاء الطلاب وبعضهم لم يكن سعوديا أخرجوا من السعودية وجرى الذي جرى متى تأسست جماعة جهيمان الاعتبي متى بعد هذه الحادث تأسست جماعة جماعة جهيمان الاعتبي في بدايات سنة 1966 ومن الذي بارك تأسيسها وأشرف على تأسيسها عبد العزيز ابن باس جهيمان الاعتبي كان يحضر مجالس عبد العزيز ابن باس صحيح أن جهيمان الاعتبي كان رجلاً بدوياً ولم يكمل دراسته الأكاديمية وصل إلى الصف الرابع الابتداء وترك الدراسة ثم التحق بالحرس الوطني وعلى ما هو معروف كان يشتغل سائقاً لسيارة تانكر وقد انتفع من خبرته بسيارات التانكر في عملية الهجوم وعملية احتلال المسجد الحرام إلا أنه كان يواظب على حضور الدروس الدينية فكان معدوداً في طلاب الألباني ليس في الطلاب الرسميين ولكنه كان يحضر مجالسه وكان متأثراً به إلى حد بعيد وهناك علاقة متينة فيما بين جهيمان وناصر الدين الألباني جهيمان كان خلوقاً جداً كما يصفونه وكان كريماً ومعطاءً هكذا يصفونه الذين تحدثوا عنه ولذا استطاعه أن يجمع حوله الكثير لسعة صدره لحسن أخلاقه لكرمه ولجرأته وشجاعته هذه الأوصاف تجعل الناس يجتمعون حوله حتى الذين كانوا على مستويات علمية عالية كانوا يخضعون له وكانوا يطيعون أوامره مع أنه لم يكن على مستوى علمي أكاديمي يناسب المستويات العلمية الأكاديمية التي كانوا عليها أتحدث عن الذين كانوا رفاقا وأتباعا لإجهامان الاعتابي إجهامان الاعتابي أبوه من شخصيات أخوان من طاع الله وهو نفسه وهابي متشدد وعلاقته كانت بأقطاب الوهابية المتشددين علاقته بعبد العزيز ابن باس وبناصر الدين الألباني وبعالم باكستاني كان متشددا جدا إنه بديع الدين الراشد السندي ابنه ابن بديع الدين هذا اسمه نور الدين هذا قتل مع إجهامان في المسجد الحرام أما بديع الدين بعد أن انتهت إقامته أخرجته الحكومة السعودية لأن الحكومة السعودية قبل حادثة إجهامان الحكومة السعودية تحاول أن تنتفى ريشهم ومن أكثر الذين نتفوا ريش الوهابية الملك فهد الملك فهد نتفى الكثير من ريشهم نذهب إلى فاصل إذا صار واضحا الأمر ليس وليد لحظة معينة هذا الانفصام ما بين العائلة السعودية الحاكمة وبين رجال المنظومة الدينية الوهابية هذا الانفصال الانفصام كان موجودا منذ بداية تأسيس الدولة السعودية الحديثة الملك عبد العزيز آل سعود ليس مقتنعا بما يقوله الوهابيون لكنه مضطر للاستعانة بهم لتثبيت أركان حكمه ولذا فإنه تحرك منذ أول يوم صار ملكا تحرك في اتجاه لا ينسجم مع المذاقي الوهابي المتشدد الملك فيصل الذي جاء من بعد الملك سعود هو الآخر وقد ذهب بعيدا حينما أدخل التلفزيون وإدخال التلفزيون يعني إدخال منظومة هائلة مثل مثلما السيارة تغير وجه الحياة في المدن التلفزيون يغير وجه الحياة في البيوت السيارة هي أعظم هي أعظم اختراع غير وجه الحياة في المدن في البلاد التلفزيون أعظم اختراع غير وجه الحياة في البيوت سلبا إجابا لست بصدد الحديث عن هذا الملك فيصل حين أدخل التلفزيون إلى البيوت أحدث ثورة ثورة إنني أتحدث عن السعودية الوهابية فأنا لا أتحدث عن موناكو مثلا أنا أتحدث عن السعودية التي كانت في تخلف بعيد جدا هذا لا يعني أن كل السعوديين متخلفون في السعودية حتى قبل عبد العزيز ابن سعود هناك متحضرون هناك متحضرون في السعودية قبل عبد العزيز ابن سعود وبعد عبد العزيز ابن سعود هناك متحضرون في السعودية هناك مثقفون هناك شعراء هناك أدباء هناك مبدعون في السعودية كثيرون لكن الهيمنة الوهابية خطت على كل هذا فعامة الناس من السهولة لرجل الدين أن يخدعه كما هو الحال في الأجواء الشعية رجال الدين في النجف وكربلاء كثيرون من العراقيين من المثقفين والمبدعين والإعلاميين يعرفون حقيقته وعينما يسمعون كلامي لا يستغربون أفته لأنهم يعرفون حقيقته لكنهم لا يستطيعون أن يفتحوا أفواههم بحرف واحد أمام هذه الجموع من الكائنات الدخية الذين يضحك عليهم المرجع الأعلى يضحكون عليهم آيات الله العظمى المسخرة هي المسخرة لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي حولت الدين إلى مهزلة وَجَعَلَتْ مِنَ الْمُتَدَيِّنِينَ بِهِ مَسْخَرَةِ هذه تطبيقات على أرض الواقع في أجوائنا الشعية أو في الأجواء السنية ما هو الأمر هو هو الأمر هو هو رجال الديني في الجو الشيعي ورجال الديني في الجو السني إنهم يرضعون من ثدي واحد إنه ثدي إبليس الأبالسة وليس اليوم هذا أمر جرى عبر التأريخ ولا زال يجري ويبدو أنه سيبقى جاريا في قادم الأيام أيضا ما هو هذا واقع الحياة واقع الحياة في ديننا وفي أديان الآخر لأن إبليس لا يجد أولادا صالحين له كرجال الدين إنهم أولاد بررة به الأولاد البررة الأطياء بالنسبة لإبليس هم رجال الدين وفي كل الديانات لكنهم في حكم الحقيقة أشرار سفلة قذارة قمامة شياطين هل نستثني بعضهم؟ يمكن ذلك ولكننا نحتاج إلى تحقيق دقيق في إثبات هذا الأمر نحتاج إلى أدلة وإلا فإن الأصل في رجل الدين هو هذا هو ابن بار تقي بحسب إبليس وشرير كذاب سافل منحط قذر قمامة بحسب الحقيقة الكلام يفتح أبوابا وقد يغلق أبوابا أيضا وأنا لا أخشى الأبواب التي تغلق وإنما أخشى من الأبواب التي تفتح فإنها تفتح على أبواب أخرى وأخشى أن أذهب بعيدا داخلا من هذا الباب وواردا إلى ذاك الباب وأنا أريد أن أجمل الكلام وفي الحقيقة ما ذكرت لكم شيئا إنني أستشعر أن المعلومات تزدحم في رأسي وتكاد أن تتسابق فيما بينها فهذه المعلومة تريد أن تطل عليكم وأخرى تسابقها وأنا أحاول أن أختصر المطالب بقدر ما أستطيع لأنني لا أريد أن أسهب في جميع الاتجاهات وقد ذكرت بعض الحكايات لكنني ما أكملتها في هذه الحلقة ربما يأتي تكميلها في الحلقة القادمة لا أدري الخلاصة هناك انفصام واضح فيما بين العائلة الحاكمة السعودية وبين المنظمة الدينية الوهابية هذه هي الحقيقة من دون قشور حتى أولئك الذين يظهرون ولاءهم من الوهابيين للحكومة السعودية مصالحهم تقتضي ذلك وإلا إذا رجع الأمر إلى قناعاتهم الدينية فإنهم في حال معارضة مع العائلة الحاكمة في السعودية لكن المصالح والدنيا والملذات والشهوات والأموال والقصور والسيارات إلى غير ذلك هي التي تقودهم في هذا الاتجاه الذي يظهرون فيه أمام الناس والحكاية وصلت إلى الملك فيصل ومن بعد الملك فيصل جاء الملك خالد الملك خالد كان يتدين بدين عوامهم عوام السنة مثل ما قلت لكم يتدينون بدين السوق ما هو بدين الفقاهة والعلم ولذا كان يتمسك بالأعراف كثيرا حينما أراد الأمير فهد كان وليا للعهد أيام الملك خالد حينما أراد من الملك خالد أن يوافق على تفجير المسجد الحرام بكامله وأن يدفن الجميع تحت أنقاضي بناء المسجد الحرام وبعد ذلك يعيدون بناءه رفض الملك خالد هذا المقترح وهذا الأمر كان يريده الأمير فهد الذي كان وليا للعهد وكان يؤيده الأمير السلطان الذي كان وزيرا للدفاع ويؤيده الأمير نايف هؤلاء هم أولاد عبد العزيز الذي كان وزيرا للداخلية ويؤيده أيضا بندر ابن سلطان ويؤيده ويؤيده كذلك الملك الحالي سلمان كانوا يؤيدون هدم المسجد الحرام بالكامل وأن يدفن الجميع تحت أنقاضي المسجد الحرام إجهامان ومن معه وسائر الموجودين من من بقي من الحجاج فهناك مجموعة من من بقي من الحجاج في المسجد الحرام باعتباري أن موسم الحج كان قريبا الحادثة وقعت في يوم الثلاثاء الأول من شهر محرم سنة 1400 للهجرة وجامان اختار هذا التأريخ باعتباري أن هذا التأريخ يمثل مرحلة تشكل نهاية للقرن الرابع عشر الهجري ولبداية القرن الخامس عشر الهجري واحد محرم 1400 للهجرة إنها السنة الأخيرة من القرن الرابع عشر الهجري الملك خالد رفض هذا الاختراح من ولي عهده فهد وقال له إني أخاف عقوبة الله ليس هناك من حاجة لهدمي المسجد الحرام لا توجد حاجة فلماذا نهدمه يمكننا القضاء عليهم الملك فهد أراد للقضية أن تدفن بالكامل وحتى الحجاج لن يعود إلى بلادهم كي يحدثوا الناس أراد القضية أن تكون مدفونة بالكامل شخوصا أخبارا أعداذا وقال له نعجل في بناء المسجد الحرام لموسمي الحج الثاني الملك خالد رفض ذلك وقال أني أخاف من عقوبة الله الوقت يجري سريعا النقطة الأخيرة وسأكمل لكم يوم غد إن شاء الله تعالى الموضوع الأساس ما وصلنا إليه كل الذي ذكرته لكم ملابسات تأريخية لكنكم لن تعرفوا الصورة الكاملة للتحريف الإبليسي والتزييف الشيطاني ما لم تعرفوا المسارات والسياقات التي يدخل إبليس من خلالها إجهيمان الاعتيابي هو وهابي متشدد جدا وتتلمذ وتأثر بالعلماء الوهابيين المتشددين تأثر بالدرجة الأولى بناصر الدين الألباني إنه أعتى وهابي في العصر الحدي وتأثر بعبد العزيز ابن باس وتأثر أيضا بشيخ يمني وهابي متعصب جدا كان كان زيديا في بداية أمره هو من أسرة زيدية لكنه صار وهابيا وصار الوهابي الأول في اليمن إنه مقبل ابن هادي الوادغي الذي الذي توفي سنة 2001 وتأثر أيضا بوهابي آخر إنه محمد الأمين الشنقيطي هذا شخص موريتاني تأثر بأفكار توفي سنة 1974 تأثر بأفكار الشنقيطي مجموعة العلماء الذين تأثر بهم جيمان الاعتبي كانوا من الطراز الوهابي الأول ومن المتشددين جدا فهو بدوي وهو وهابي متشدد وهو متأثر بكبار الوهابيين المتشددين ويضاف إلى هذا أبوه من وجوه إخوان من طاع الله ومن رفاق سلطان ابن بجاد من زعمائهم وأين نشأ جيمان الاعتبي نشأ في منطقة ساجر ومنطقة ساجر هي واحدة من الهجر التي بناها عبد العزيز آل سعود وأسسها للبدو كي يتعلم الدين الوهابية المتشدد نشأ فيها وولد فيها وأهل ساجر من عشيرة اعتيبة ومن غيرهم ممن يتذكرون مناقب أخوان من طاع الله فنشأ اجهيمان الاعتبي في هذه الأجواء ومتى أسس حركته ومجموعته ومجموعته التي عنونها اجهيمان الجماعة السلفية للدعوة للدعوة فلما عرض الاسم على عبد العزيز ابن باز قال أضف إليها المحتسبة فصار اسمهم الجماعة السلفية المحتسبة للدعوة بعد ذلك كلمة للدعوة حذفت فصار يقال الجماعة السلفية المحتسبة هذا هو الاسم الرسمي لمجموعة جيمان الاعتبي